على المونديال لازم اقول لك حاجة مهمة جدا ان القرعة ستجرى يوم 19 اوكلاندي سيتي اعتذر اوكلاندي سيتي اعتذر ولقيت قطاع كبير جدا من السوشيال بتكلم ان خياد الغندور بيقول ان الزمالك عاوز يشارك عادت ادور على فيديو ملقيتس عادت ادور على فيديو ملقيتس بقول ان الزمالك يشارك اعتقد ان اللي كتب الموضوع في الاول كان ساخر من المسألة او هو بيتخال ان خياد الغندور هيطلب ان انا ملقتش فيديو بان خياد الغندور بيطلب ان هو الزمالك يشارك بدلا من اوكلاندي سيتي المنساحب وما الى زيك فاعتقد الموضوع كان في اطار التهريج وليس في اطار المعلومات المؤكدة او ان خالد قلده بعضمة لسانه انه قاله بعضمة لسانه صفحات كبيرة في الناد القالي بتنزل الفيديو بتاعته فبصيتش فملقتش بصيت على قناة الزمالك قلت ايه ده يعني ده ان الزمالك يشارك بدلا اوكلاندي سيتي فلان الكلام اللي كان مكتوب كان ينفعكم مكسات لكن لو معلومات يبقى الدنيا صعبة جدا عموما محدش هيشارك بدلا اوكلاندي سيتي وكده الدحيل القطر الاهل كان يستنى اللي هو بطل افريقيا ينتظر الدولة المنظمة فريق الدولة المنظمة وبطل يكون ككاف مين هيكسب منه اللي هو كان اوكلاندي سيتي والدحيل كده ما فيش حد هيشارك بدلا من اوكلاندي سيتي والأهل هيلعب مباشرة الدحيل القطري والفائز منهما هيقابل بقى واحد من اتنين يا بطل أمريكا اللاتينية يا بطل أوروبا بيرنوم يونيخ في الدور قبل النهاء لأنه برضو بطل آسيا اللي هو هنداي هيلعب تايجرز أونال بطل أكونكاكاف ماشي لا الأوكلاند بطل أوقانيوس عفو وده بطل أكونكاكاف ماشي اللي هو تايجرز أونال فالفائزين لتنين من هاتين المباراتين اللي هو الأهل والدحيل وهنداي وتايجرز أونال هيقابلوا بطل أمريكا اللاتينية الجنوبية وبطل أوروبا اللي هو بيرنوم يونيخ ونشوف مين بطل أمريكا الجنوبية في المسألة دي لكن مفيش حاجة اسمها أن الزمالك يشارك بدلا من النادي الأهلي وأنا ملقيتش فيديو الغندور بهذا الشكل لكن لقيت له حاجة تانية أقولها لكم دلوقت طيب لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير عاوز أقول حاجة غريبة جدا أنا سمعتها للكابتن هيسم فاروق كابتن هيسم فاروق واحد من الشخصات العاقلة بالنسبة لأخ عزيز وفاضل تربطنا بي علاقة إنسانية متميزة ولكن أنه كان يبدو أنه هو متدايق في الستوديو اللي بيديره شامل خلصي لما سألوا سؤال عادي تقليدي هل أنت متفائل للنادي الأهلي في دور الأبطال الأفريقي هل أنت متفائل الإجابة هنا وانت محلل تقول آه أو لأ وتقول آه ليه ولا أليه ولما تسألنا هل أنت متفائل للأهلي والزمالك في دور الأبطال الأفريقي أقول لك آه متفائل وأتمنى أن أراههم مرة أخرى في السيمي فاينال أو في الفاينال الأفريقي وأتمنى أن يكون اللقب مصريا خالصا في المباراة التي ستقام في 17 يوليو نهاية أفريقيا 17 سبعة في أحد الدول اللي لسه لم يتم اختياره لما تسألني السؤال ده لكن لما أجأ أقول أن دوري مش أني أنا تفائل أو ما تفائلش هنا كده مش شطارة آه ممكن الموضوع ده يعجب المتعصبين في الزمالك وأن أنا أقول أن أبو تريكا أول جمعة يتفائل للأهل أو ما يتفائلوش لست متواجدا في الاستوديو التحليلي لقناة بين سبورت هي مش قناة فقوية دي قناة عامة والكل الدنيا وفيها كلها مش يعني إيه أنت مش طالع بصفتك زمالكاوي لو أنت طالع بصفتك مدير كورة ولا عيد مجلس إدارة ولا مدير فني من حقك أنك تقول لا أنا مش هعلق على نتاج النادر آهل أو تقول لا أنا مش عاوز لا أتمنى وصول النادر آهلي للمباراة النهائية ومش متفائلو وكذا 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 وأنا أتمنى أن ألوصل لأن إحنا فريقين متناقلين أنت حر في نفسك حر في نفسك لكن شخصية الكابتن هايسام فاروق اللي أنا عرفة مش اللي أنا شفتها في الرد مش اللي أنا شفتها في الرد اللي أنا شفته في رده ده كان عاصبي هل هو كان شخصيا متضايق؟ هل هو طبعا أنا شفت اللقطة ما شفتش للستوديو كله هل هو كان يشامل خالصي دايس عليه في الحلقة؟ هل هو بيقوله السؤال عشان يغلس عليه ويوجع بطنه ويوجع قلبه ويفكره بالقضية ممكن ما تعرفش لكن الرد ما عجبنيش ما عجبنيش أن يقول أبو تريكا أو أو أول جمعة يتفقلوا الأهل أو ما يتفقلوش لا أنت من حقك أنك أنت الجانب أنت في الستوديو التحليلي محللا فنيا فأنا جاء أقول والله أنا متفائل للأهل عشان أن الأهل ده فاز به السلسية ويقترب منها الخماسية قدامه لقبين تانيين السوبر الإفريق والسوبر المصري ومش متفائل مثلا للزمالك لأنه ما خدش ولا لقا وارد وارد تقول أن أنا متفائل للأهل والزمالك لأن الاتنين بيمتلكوا مجموعة من اللاعبين المميزين يمكنهم الوصول إلى المحطة النهائية وارد تقول ما أدرش أحكم غير لما أشوف مباريات دور الستاشر وجدول ورع الدور التمانية وارد لكن العصبية اللي ظهر عليها يعني صديق المحترم كابتن هيسن فاروق مش بتاعته مش لايق عليه مش لايق عليه أنه يبقى عصب أو أنه يبقى منفاعل أو أنه عاوز وصل لجمهور الزمالك أنا حامل حمة لا ده مش يعني ما يلقش عليك الدور ده دعم نادي الزمالك يا متى حقك حقك لكن لما بتطلع في اللقطة دي وتقول مش دوري وكده كأنك أنت عاوز تقول لما يجيبقى في الستوديو ما تسألونيش على الأهل